نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير والبداية مع العنوين البابا فرانسيس يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات ويؤكد على الصلاة من أجل السلام بتوجيهات من جلالة الملك تسير جسر جوي لنقل مساعدات إلى لبنان الشقيق العائلة الفرانسيسكانية في عمان تحتفل بعيد القديس فرانسيس وفيها أيضا بمناسبة عيد سيدة الوردية الراهبات الأردنيات يجددن وعودهن أمام الرعية من العنوين إلى التفاصيل بعد مرور سنة على هجوم السابع من أكتوبر طلب قداسة البابا فرانسيس بوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات مذكرا قداسته بمبادرات الصلاة وصوم الضرورية من أجل السلام كما طالب بالإفراج الفوري عن الرهاء وقال إن الشرق الأوسط يتعرض منذ ذلك اليوم لمعاناة تزداد حدة حيث هناك عمليات عسكرية تواصل ضرب السكان في غزة مشيرا قداسته إلى ما وصفها بالمعاناة الكبيرة لهذا الشعب في القطاع كما طالب الحبر الأعظم بوقف إطلاق النار في لبنان معلنا الصلاة من أجل الشعب اللبناني وخاصة سكان الجنوب الذين يضطرون إلى ترك بلداتهم وأكد البابا فرانسيس حق جميع البلدان في العيش بسلام وأمن وأن لا تتعرض أراضيها للهجوم أو الغزو كما يجب احترام سيادة الدول وضمان الحوار والسلام بدلا من الكراهية والحرب وكان قبطة الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطرييرك القدسي للاتين قد وجه رسالة إلى الأساقفة والكهنة والمؤمنين في أبرشية البطرييركية اللاتينية دعاهم فيها إلى يوم صلاة وصوم وتوبة يوم الاثنين الماضي وهو تاريخ أصبح رمزا للمأساة التي يعيشها الشعبان الفلسطيني واللبناني كما ناشد قبطته أصحاب المسؤوليات الجسام الذين يتخذون القرارات في مثل هذه الظروف أن يلتزموا بالعدل واحترام حق الجميع في الحرية والكرامة والسلام إذ يجب علينا أن ندعم المحتاجين ونساعد الذين يبذلون جهودا لتخفيف معاناة المتضررين جراء هذه الحرب وتعزيز كل عمل من أجل السلام والمصالحة والتلاقي أكد الديوان الملكي الهاشمي أن مواقف الأردن القومية هي مواقف أصيلة ومشرفة ترتكز إلى الوفاء للعربي والإخلاص للعروبة لافتا إلى أن التحديات والأزمات التي تعصف بالمنطقة تتطلب أن نكون متكاتفين متماسكين ومحافظين على وحدتنا الوطنية وأكد الديوان الملكي أن جلالة الملكي عبد الله الثاني سيبقى المدافع الأولى عن قضايا الأمة وأن مواقفه وجهوده تعبر عن صوت وضمير الأردنيين هذا وبتوجيهات من جلالة الملك غادرت عمان إلى جمهورية لبنان طائرة مساعدات سابعة تابعة لسلاح الجو الملكي وتحمل مواد غذائية وطبية وإغاثية لدعم القطاع الصحي في لبنان لمساعدته في تجاوز هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد الشقيق بباركة زبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطرييرك المدينة المقدسة وبموجب قرار المجمع المقدس قرر سيادة المطران كريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذوكس إعادة تشكيل المحاكم الكنسية في الأردن حيث يشمل القرار تعيين قدس الأرشمندريت في نيديكتوس في محكمة البداية الكنسية وقدس الإيكونوموس سالم مدانات مساعدا له وتشكيل الهيئة الأولى للمحكمة برئاسة القاضي فارس الدوود وعضوية كل من قدس الإيكونوموس إليكسيوس قاقيش وقدس الإيكونوموس بشار دحابري كما قرر سيادته تشكيل الهيئة الثانية للمحكمة برئاسة رئيس محكمة البداية أو نائبه وعضوية كل من قدس الإيكونوموس يوسف حمارنة والقاضية نور الكفوف وقرر سيادته كذلك تشكيل هيئة محكمة الاستئناف الكنسية برئاسة القاضي فارس الهلسة وعضوية كل من قدس الإيكونوموس سمعان خوري والقاضية كريستين فضول كما أجرى المطران خوريستفوروس تعيينات رعائية شملت محافظات العاصمة ومادبة والبلقاء وإربيد وعجلون والكرك والزرقاء والمفرق رعى قدس الآب الدكتور جهاد الشويحات النائب البطرياركي للاتيني في الأردن وبحضور مدير عام المدارس والأمين العام للمؤسسات التربوية المسيحية في المملكة والأباء الكهنة والمدير التنفيذ لمدارس البطرياركية السيدة سمر سميرات حفلة تكريم الإدارة العامة لمدارس البطرياركية لطلبتها المتفوقين بالأنشطة اللاصفية بمختلف الميادين وفي بداية الاحتفال الذي أقيم في قاعة كنيسة القديس بوليس الرسول جبيهة هنأ المدير العام لمدارس البطرياركية الأب الدكتور فراس نصروين الطلبة المتفوقين مشيدا بما بذلته هذه المدارس البالغ عددها 23 مدرسة من جهود مكنتها من التفوق في الكثير من المجالات كما ألقى الأب سامر مدانات كهن رعية القديس بوليس الرسول كلمة أعرب فيها عن الفخر والاعتزاز بالمتفوقين الذين وصفهم بثمرة إلهية أعطاهم إياها الرب وأحسن استثمارها واختتمت كلمات الاحتفال الذي أداره المربي رائد حداد منسق عام الأنشطة لمدارس البطرياركية بكلمة راعي الاحتفال الأب الدكتور جهاد الشويحات التي شكر فيها طلبة المتفوقين بمختلف الأنشطة اللاصفية مسنداً الفضل إلى توجيه الناجح من قبل مدارسهم ومعلميهم حيث نحتفل أيضاً بيوم المعلم وفي ختام الاحتفال كرم الأب الشويحات الطلبة المتفوقين ولجان التحكيم والمؤسسات الداعمة للأنشطة احتفلت أسرة كلية ترسانط الأردن بعيد القديس فرانسيس الأسيزي وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة مار فرانسيس التابعة للكلية في جبل الويب ديب عمان ترأس القداس المنسونيور حن الكلداني كهن ورعية صوفية للاتين بمشاركة مدير الكلية الأب رشيد مستريح وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وطلابي ومعلمي وإداريي الكلية وحشد من الرهبات وحضور شخصيات دينية وإعلامية وعامة وجمع من المؤمنين فيما أحيى الترانيم القداس جوقة الكلية وبعد إعلان الإنجيل المقدس بصوت الشمس جبران سلامة تحدث راعي الحفل المنسونيور كلداني بعضة روحية استعرض فيها خصال القديس فرانسيس محب الله من خلال الأخوة والطبيعة وحب الجمال بدأت رحلة ماري فرانسيس بتحول جذري فقد ولد في عائلة سرية وتخلى في نهاية المطاف عن ممتلكاته واختار حياة الفقر والبساطة لقد فهم أن الثروة الحقيقية لا تكمن في الممتلكات المادية بل في علاقاتنا مع الله ومع بعضنا البعض وهذا يدعونا للتأمل في حياتنا اليوم هل نتمسك بالأشياء التي تصرف انتباهنا عن رحلتنا الروحية؟ كل واحد مني عنده رحلة روحية بدأ من العمات كل حياة المسيحية هل نحن على مثال فرانسيس على استعداد لاحتضان البساطة والكرم في هذه الرحلة الروحية؟ يعلمنا فرانسيس أيضا التواضع في عالم يعطي الأولية في كثير من الأحيان للمكانة والإنجازات فقد وضع نموذجا لنهج متواضع في الحياة لقد رأى نفسه كأخ لجميع المخلوقات مدركا ترابط الحياة كيف يمكننا أن نمارس التواضع في حياتنا اليومية؟ كيف يمكننا أن ننظر إلى الآخرين باعتبارهم هم إخوتنا وأخواتنا كيف ندرك معا قيمة الحياة قيمة الإنسان قيمة البيئة فنحن في هذه الأيام ننظر لماري فرانسيس كمثال وشفيع ونهج لحياتنا المسيحية وعند التقادم سار موكب من أبناء الكنيسة يحملون الرموز التي تشير إلى السلام والعائلة والمحبة والقربان وفي نهاية القداس قدم رئيس الكلية الأب رشيد مستريح كلمة شكر فيها راع الحفل وجوقة الكلية والكشافة والمعلمين وكافة الحضور وبعد نيل البركة الختامية توجه الجميع لتبادل التهنئة بالعيد المبارك بمناسبة عيد العذراء سيدة الوردية ترأس قدس الأب الدكتور جهاد الشوحات قداسا احتفاليا في كنيسة دير بيت الزيارة التابع لرهبنة الوردية في منطقة دابوق بعمان بحضور الأخت صوفيا حتر الرئيسة العامة لرهبنة الوردية المقدسة ومشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجمع من راهبات الوردية القادمات من عدة مراكز إضافة إلى حجد كبير من المؤمنين وفي عضة القداس عبر الأب الشويحات عن ألمه وحزنه بأن هذا العيد يتزامن مع ما تشهده منطقتنا من حروب وقتل ودمار وهذا ما يدعونا إلى الاهتمام بالصلاة والتحلي بالصبر والإيمان والدعاء إلى الله بوقف هذه المعاناة التي يواجهها شعوب المنطقة اليوم نذكر الرهبات مقعدات اليوم نذكر الرهبات منهم ثلاث رئيسات عامات في لبنان جالسين في بيت ماري بس بيصلوا للرهبن والدعوات لا يستحقوا منا اللي عمرها 20 سنة وتسعين سنة وخمسة وتمانين سنة أن نذكرها في هذا النهار وأن نعيدها وأن نصلي من أجلها وأن نقول لها كل عام وأنت بخير سكراً على أتعابك على تضحياتك هذا العيد عيد مليء بالرحمة بالذكريات بالألم بالأوزاع بالتنقلات بالفقر بالأوضاع السيئة التي نعاني منها في حروبنا في أوضاعنا السياسية والاقتصادية والمعيسية أيضاً عيد الوردية هذا هو هذا هو واقع الحال ليس فقط أفراح وضيافة وفرح وأنبساط العيد رسالة العيد ألم العيد عطاء وتضحية يبذل نفوسهم من أجلنا في مدارسنا في رعايانا في مستسفياتنا لا ينتظر منا كالبة سكر إنما أن نقدر هذه الرهبانية أخواتنا الأقرب إلينا والأقرب إلى البطرياركية اللاتينية فهي الأخت التوأمن لنا نحب هذه الرهبانية ندعمها نصل من أجلها وخصوصاً يا أحبائي صلوا من أجل دعوات الرهبانية عندنا الرهبات الوردية بحاجة إحنا لرهبات تكونوس بخلا لبعط إلى الرب الرب يكافئ مئة ضعف وأعظم مثال تقدمه الرهبات المحبة ثم ألقت الأخت مادلين دبابني النائب العام لرهبانة الوردية كلمة استذكرت فيها زمن التضحيات والصبر والمثابرة التي كانت عنوان أخوات لنا وكابنى البدايات الصعبة التي جعلت الوردية تبصر النور وخلال القداس جددت الرهبات نذورهن أمام أبناء الرعية الذين قدموا بدورهم التهنئة لهن بعيدهن المبارك الإخوة والأخوات الأكارم في عيد الوردية عيد سبحة الوردية والانتصار نستحضر ذكريات الماضي والتضحيات والإماتات والمثابرة والصبر التي كانت عنوان أخوات لنا وميزت البدايات الصعبة والقاسية والتحديات والتحديات ذللتها الإرادات الصلبة وجعلت الوردية تبصر النور وحولت المستحيل إلى حقيقة ماثلة أمام أعيننا تجسد رغبة من ألقت بذرة السماء في أرض الفداء لتغدو شجرة باسقة مترامية الأقصان تدلت عليها ثمارها الشهية إرساليات ومدارس ومستشفيات ودور ضيافة تنفث عطور الخدمة رعاية واهتماما بالمرأة وشؤونها وبالأجيال الصاعدة رعاة ربطة الكاردنال بيير باتيستا بيتسابالا بطرييركو القدسي للاتين حفلة افتتاح العام الأكاديمي الجديد وتشين طابق كلية الفلسفة واللهوت للمعهد الإكليركي في بيت جالة بحضور وزير السياحة والآثار هاني الحايك وعدد من المطارنة والآباء الكهنة وشخصيات رسمية وعامة المزيد في رسالة الأرض المقدسة من قلب الأبراشية النابد ومن أحضان المعهد الإكليركي للبتركية اللاتينية الأرشلمية في بيت جالة وبمناسبة انتهاء أعمال التجديد لقسم كلية الفلسفة واللهوت وبداية العام الأكاديمي ترأس غبطة البتريارك الكاردينال بير باتستا باتصابالا باتريارك القدسي للاتين صلاة الغروبي في كنيسة كابيلا الإكليركية الكبرى بحضور المتران وليام الشوملي والمتران بولوس ماركوطسو والمتران يوسف متى وسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك ورئيس المعهد الإكليركي الأب بيرنارد بوجي وحجدا كبير من الكهنة الأجلاء والراهبات والشمامس وطلاب المعهد الإكليركي وبحضور وزير السياحة السيد هاني الحايك ورئيس بلدية بيت جالة الأستاذ عيسى القصيص والمهندسين وممثلي المؤسسات المسيحية والمدنية وأصدقاء ومحسني المعهد وعدد كبير من المدعوين تخلل البرنامج تكريس المبنى الجديد من قبل غبطة البتريارك والترحيب بالجميع في مسرح المعهد والقاء كلمات ترحيبية وكلمة الغبطة البتريارك وموجز عن التجديدات والإنجازات في الصرح وكلمة للأب الدكتور إياد طوال عميد كلية الفلسفة واللهوت وكلمة مدير المكتب الاستشاري المهندس وسام السعيد كما تخلل التتشين تراتيل من جوقة الرعاة وطلاب المعهد الإكليركي المبسوطين أنه نستقبلكم اليوم في هذا اليوم اللي أجا غبطة الكاردينال بير باتيستا بيتسابالله حتى يبارك إعادة ترميم هذا المكان اللي بيخدم كلية الفلسفة واللهوت في المعهد الإكليركي المكان اللي بغد طلابنا الإكليركيين التنشئة الأكاديمية المختصة بدراسة الفلسفة واللهوت لتكوين كهنة المستقبل وأيضا هو مفتوح إلى العلمانيين المؤمنين اللي بحاولوا يعرفوا عن إيمانهم في مركز التنشئة الروحي الذي بدأنا العام المنصر نحنا مبسوطين كتير أنه بين الماضي والحاضر في نوع من الاستمرارية يعني هذا الشرف اللي نحنا بنحمله في هاي الفترة في رئاسة في رئاستي من ثلاثة سنين بحاول أستمر في الاشي اللي نعمل بهاي التضحية الكبيرة اللي بنت هاي الأماكن هاي تضحية صغيرة أنه يكون هذا المكان جميل مكان يستمر للسنوات القادمة وهذه بعض من اللي نحنا بنقدر نقدر نقدر لهذا المكان اللي نحبه واللي ربانا واللي نتنشأنا فيه وفي نهاية وفي نهاية وفي نهاية البرنامج أقيم حفل استقبال في بستين المعهد الإكليريكي والتقاط الصور التذكارية للنرسات مارلن الحدوى من بحاة المعهد الإكليريكي بيت جالة ونبقى في الأرض المقدسة حيث قام وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الدكتور محمد نجم ووزير السياحة والأثار هان الحايك بزيارة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم وكان في استقبالهم الوكيل البطرييركي للروم الأرثذوكس الميتروبوليت فينيذكتوس والآباء الكهنة بحضور محافظ بيت لحم محمد طه وعدد من الشخصيات الرسمية وقد رحب سيادته بالحضور وشكرهم على هذه الزيارة اللطيفة فيما أكد الوزير نجم على أهمية اللحمة الإسلامية المسيحية وقال نحن أخوة في التاريخ والمصير والعيش المشترك همنا واحد ومصيرنا واحد في ظل ما تشهده الأرض المقدسة من مؤامرات محيطة وتهديدات من العناصر المتطرفة أكد سمو الأمير الحسن بن طلال خلال افتتاحه أعمال المنتدى الدولي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه على أهمية مشاريع المياه والطاقة والغذاء في قيادة المنطقة نحو التنمية المستدامة وضرورة توجيه التقنية الحديثة للاستثمار في المياه والتركيز على السياسة المائية التي تعتمد على الاستشراف والاستباق والتعاون بين دول المنطقة كما تحدث في المنتدى كل من وزير الموارد المائية والريف جمهورية مصر العربية الدكتور هانيس ويلم وممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور إياد أبو مغلي حيث أكد أن الاستهلاك غير المستدامي للموارد الطبيعية قد أسهم بشكل كبير في التحديات البيئية التي نواجهها اليوم بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها وتأسيس دار أطفالنا احتفلت جمعية مار منصور الخيرية في عمان بقداس إلهياً ترأسه السفير البابوي لدى الأردن المطران جيوفاني بترودالتوزو بمشاركة عدداً من الآباء الكهنة وفي عضاته أشاد الأب نويل بدر بالدور الإنساني للجمعية وبصماتها الراسخة في خدمة المجتمع كما دعى المطران دالتوزو الحاضرين بأن يأخذوا بنصيحة البابا فرانسيس بالتركيز على الفقراء والمشردين والسجناء بهدف إيجاد توازن بين أبناء المجتمع كما ألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات التي ركزت على أهمية العمل الإنساني دون تمييز وبعد القداس الذي أحياه العازف سمير دبابنا بمرافقة الأطفال المنشدين توجه الجميع إلى ساحة الجمعية لتبادل التهاني بهذه المناسبة الكريمة كيف تتوصل على السماء إذا ما بتحب حف العالم مثل ما في حرفك الرب كيف تتوصل على السماء إذا ما بتحب حف العالم مثل ما في حرفك الرب استذكاراً لإنجازاتهم ودورهم في خلق أجيال واعدة لخدمة مجتمعاتهم شارك الأردن العالم الاحتفالة بيوم المعلم الذي صادف يوم السبت الماضي وبهذه المناسبة ووسط أجواء من الفرح والسرور احتفلت مدرسة الروم الأرثوذكس الفحيس بعيد المعلم وذلك بحضور كوكبة من المعلمين القدامى الذين كان لهم البصمة الواضحة في تاريخ المدرسة حيث قدمت طلبته خلال الاحتفال عدداً من الفقرات الدينية وقراءات وتقادم من وحي الاحتفال وخلال المناسبة التي بدأت بكلمات في الإذاعة المدرسية توشح معلم المدرسة الشماغ الأردني ثم قام المعلمون بإهداء الشماغ لطلبة المدرسة تعبيراً عن تسليمهم مسؤولية رفع راية الوطن عالياً وفي الختام كرم الأبرمون السماوي المشرف العام على مدارس الفحيس ومدير المدرسة الأستاذ الدكتور فادي سماوي المعلمين القدامى والحاليين بدروع تكريمية وباقات من الورود أقدت في عمان فعاليات اللقاء التاسع عشر لشباب العواصم العربية الذي نظمته وزارة الشباب تحت شعار الشباب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفي كلمة الافتتاح أكد وزير الشباب يزنش ديفاد أن هذا اللقاء العربي الكبير هو فرصة لالتقاء الشباب العرب وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم ونقل تجربة الشبابية الأردنية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للشباب العربي وثم نجدفات الجهود التي توليها الجامعة العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تفعيل العمل الشباب العربي وفق رؤية شبابية عربية مشتركة وتضمنت فعاليات اللقاء الذي شاركت به تسعة وفود عربية جلسات حوارية حول الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والتجارب العربية في هذا المجال إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها البابا فرانسيس يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات ويؤكد على الصلاة من أجل السلام بتوجيهات من جلالة الملك تسير جسر جوي لنقل مساعدات إلى لبنان الشقيق العائلة الفرانسيسكانية في عمان تحتفل بعيد القديس فرانسيس وفيها أيضا بمناسبة عيد سيدة الوردية الراهبات الأردنيات يجددن وعودهن أمام الرعية للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نورساتجو دوت أورغ طابت أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة